السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة اليوم بدنا نزرع الخس الهندي أو الفرنجي هاي الطريقة اللي ما عنده أرض يزرع بيها نجيب سطل ونعبيه تربة حمراء أو سوداء أو بيضاء حيالة تربة تكون موجودة عندنا ونزرع النبتة بهذا الشكل ونكبس عليها التربة بشكل جيد حتى ما تميل وكيت نسقيها وهاي النبتة نقدر نجيبها من الصيدلية الزراعية أو بإمكاننا نزرعها من خلال البزور نسقي النبتة بهذا الشكل حتى نستخرج الهوى من الداخل وبعد مرور خمسين يوم صارت عندنا النبتة بهذا الشكل نقدر نزرع بهاي الطريقة أكثر من عشرة أو عشرين خسة بهذا الشكل وبإمكاننا أيضا نزرع فجل أو نزرع بغدونس أو نزرع رشاد جميع أنواع الخضروات نقدر نزرعها بسطول بحديقة المنزل مثل ما لكم شايفين منظرها جميل جدا ونقدر نستخدم هاي النبتة الجميلة للسلطات والمقبلات ولكثير أشياء وبالنسبة للي يسألوني أيامة موعد زراعتها بإمكانك تزرعها بداية الخريف أو نهاية الخريف بالشهر العاشر أنا كان بيعندي شغفة أرض صغيرة زراعة خس بالأرض بهاي الطريقة مثل ما لكم شايفين الخس ناجح عندي بكثافة وهذا الخس بلدي يعني طعمته مو مثل الخس اللي تشتريه من البقالة وبالنسبة لمواعيد زراعة الخس تقدر تزرع الخس نهاية الخريف بالشهر العاشر تقريبا وأيضا تقدر تزرع الخس بداية الربيع بالشهر الثالث أو الرابع إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ولو بمعلومة واحدة كان معاكم أخوكم أروان منصور من قناة أسرار الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا